ينتهي اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة دون أن يخلو من الخلاف حول الملف السوري وتوجه بعض الدول العربية مؤخراً للتطبيع مع الأسد واشنطن وعلى لسان وزير خارجيتها أنطوني بلينكن أكدت استمرار موقفها الرافض لأي تطبيع مع النظام ما لم يلتزم بعملية انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة الاجتماع الخليجي بمشاركة واشنطن أكد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا يحفظ وحدتها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة قضية اللاجئين كانت على قائمة مخرجات الاجتماع الذي شدد على ضرورة تهيئة ظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لهم وضمان تدفق المساعدات العابرة للحدود عبر المعابر الخارجة عن سيطرة النظام نعمل على توفير البيئة المنائمة لعودة النازحين في سوريا والعراب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الرغم من اعتبار معظمهم أن التطبيع مع النظام وتطبيق ما يعرف بمقاربة خطوة بخطوة ستفضي إلى حل سياسي تؤكد دول لها وزنها في الخليج العربي كقطر أن المشكلة ما تزال في نظام لم يقدم أي تنازلات وما زال مستمرا بقصف شعبه ولعل إعلان سافير ألمانيا إلغاء اجتماع لبلاده مع الجامعة العربية بسبب مشاركة وزير خارجية النظام السوري دليل على رفض أوروبي وغربي لأي محاولة لتعويم الأسد